محسين موسيقى محمد الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أب القاسم محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين المعصوم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وعمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوز ضيب راحل أنت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل لا شجاع يبقى فيعتنق البيض ولا آمل ولا محمول غاية الناس في الزمان فناء وكذا غاية الغصون الذبول إنما المرء للمنية مخبؤون وللطعن تستجم الخيول يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجاله والحافظون قليل يوم عشراء ما أعانى الصحب فيه ولا أجار القبيل سيدي أتراني أعير وجهي صون وعلى وجهي تجول الخير سيدي أتراني أولى الزمان ولم يروى من مهجة الإمام الغلي سيدي أكرم وفي العهدر الأنين السبايا على النجائب تساق وقات نالت الجيوم الزبول أحوتنا دين والنداء بكاء وتصرخنا وصرخ عويله تنهى بيخوي النار وسط الخيام يخوي النار وسط الخيام تنهى يا أبو قربة خيلهم للخدر تنهى بالماعدها عشيرة شلون والله الماعدها عشيرة شلون تنهى بيخوي النار وسط الخيام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله والله تطمئن القلوب الآية القرآنية حديث عن طمئنان القلوب الله يجعلنا وإياكم من المطمئنين إن شاء الله الذين نطمئن لذكر الله عز وجل وتطمئن القلوب أمراض تصاب بها الناس من أسوأ الأمراض أمراض النفس هذه الأمراض مستعصية معلها علاج لذلك كثير من الناس يصابون بالأمراض النفسية يعيش الهلوسة يعيش الكآبة يعيش سرع أي الأمراض تسمع تقرأ فلان انتحار هذا ألقى نفسه من علاجسع ذاك لقو معلق نفسه مروحه مميز ذاك انتحار ما أدري إيش ذاك أطلق على نفسه النار مختلف ما يفعل الإنسان بنفسه عمليات انتحارية غيرها بطرق مختلفة كثير من الناس يعيش حاله ما ينام بالليل كثير من الناس تعال عالج ما لها علاج هاي الأمراض يعني ما تروح لك الطبيب ويعالجك مثلا الله يبعد عننا وعنكم يقول له يحتاج لك عملية يحتاج لك مثلا مضاد حيا والصير هاي ما لها علاج شنو علاج هذه الأمراض هاي علاج هاي كل العالم يقول علاج هذه الأمراض أن يعود الإنسان إلى الله عز وجل العودة والأطمئنان بذكر الله عز وجل ولذلك أعظم علاج أن يعود الإنسان إلى الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الأمراض العالي شبيل من العودة إلى الله عز وجل أمراض التعب الإنسان كثيرة من الناس ما يلتذب عبادته مملوء شك صلاته شك بالطهارة والنجاسة بالغسل مالته يصرف له تنكر مال الماء كل ساعة يعيد الصلاة عند حالة ما يصافح ويا الناس يتوقع أنه على أي حال هاي أمراض دمار اتدمر الإنسان على الإنسان أن يعود إلى الله عز وجل هاي حالة تطمئنان على بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك حالة الأطمئنان لله عز وجل حالة يعيش الإنسان بها قمة السعادة يسلم أمر إلى الله أمور كلها يوكلها إلى الله يمرض يتوكل على الله عز وجل يروح يراجع طبيب لكنه خليكن الإنسان مطمئن بالله عز وجل ما ينفعك صحيح تروح للطبيب وسيلة تروح للمستشفى وسيلة تاخذ أفضل علاج وسيلة لا يفكر الإنسان إنه أروح أحسن مستشفى أروح أحسن طبيب بالعالم أروح إلى مستشفيات الفلانية بالعالم ما قشي أي وسائل من هو المشافي الله عز وجل كم من ذهب إلى مستشفيات العالم وراح إلى أحسن المستشفيات وعند فلوس وآنا أذهع ورجعه محمول بنعش ولذلك الإنسان عليه أن يطمئن لله عز وجل قلي عندك ثقة بالله أي الثقة العالية اللي الإنسان يوصل بيها يثق بالله الله يعطيك كل شيء قلي ثقتك بالله عالية ولذلك هذه الأمراض النفسية منين تجي من ضعف الإيمان كثير من الناس عندنا مشكلة بعيالي عنده شك عنده شك إذا دخل الشك إلى بيته تحول البيت إلى جحيه يصير شك عنده أي أمره ولذلك الإنسان أن يعود إلى الله هذا الشك مو من عمل الرحمن هذا الشك من عمل الشيطة ولذلك الله عز وجل أراد منا أن نعمل باليقين ابعد عن مواضع الشك والظن الظن لا يغني عن الحق شيء خليك تتعامل مع الناس بالظواهر ما إلك علاقة بالبواطن ذلك الإنسان يطمع كان أمير المؤمنين إلا وأعانني على قتله يبرز لعلي مهزوم علي مع الله عز وجل علي لا يتحرك ولا يخطو خطوة إلا لله عز وجل معركة صفين ليلة الهرير تعلمون الخليفة أي خليفة الخليفة يهيئون لخباء خيمة وين يحطون بعيد عن المعركة يبعدون عن المعركة يخافون عليه من قرقعة السيو يخافون عليه من اللبال من السيهام يخافون عليه من الدماء خاف ينجر أكذا الخلفاء يحطوا لهم حراسة يخلوا لهم بكان آمن إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه الإمام المفترض الطاعة الذي يمثل النبي في الأرض علي خليفة علي قائد الجيش علي جندي يقاتل في قلب الميدان ولذلك علي سلام الله عليه معروف علي إذا دخل إلى معركة يرصدها من أربع جوانب ما حد ما سمعنا بمعركة نزل علي ونزل أحد يحميه من ظهره أو عن يمينه أو عن شماله إذا نزل ينزل وحده وين يدخل إلى قلب الميدان تقول لها هاي هند آكلة الأكباد تقول للوحش أريد منك أن تشفي قلبي بقتل النبي محمد الله قال لها لا سبيل إلى ذلك ما أقدر قالت للي قال لها يحميه علي إذا علي موجود هذا سور منع ما حد يستطيع أن يقتحم علي ما يمكن علي بطل الإسلام قالت له أريد منك أن تقتل لي علي قال لها علي لا سبيل إليه ما أقدر قتله قالت للي قال علي يرصد المعركة من أربع جوانب ما حد يجي لعلي لا عن من ظهره لا عن يمينه لا عن شماله علي إذا دخل معركة يرصدها بشكل دائري وإذلك علي ما يستغفله ينزل ليلة الهرير إن قتل بيها ثلاث عشل تدري حرب سيوف تقاتلوا بالسيوف تهشمت بالرماع تكسرت ليلة الهرير كانوا كل ينزو على الآخر يعض الثاني بأسنانه علي يدخل إلى وسط الميدان وين يعرفون علي راكب على مغله يدخل في قلب الميدان وين يعرفون علي موجود من صوت علي علي رجل محارب إذا كبر علي تجفل الخيول علي إذا كبر قتل لإنه تكبيرات علي ضربات واحدة إذا ضرب من الأعلى شق نصين إذا من الوسط قطعة فيعرفون علي يكبر إذا كبر يعرفون علي قتل يحسبون لليلة الهرير خمسمائة تكبيرة يطلع من المعركة ينعود سياسة الفقار ينعود فيطلع من شنه من أطمئنان عدعان أي أطمئنان كان عنده أي ثقة لا حدود لها يقولوا له سيدي هذه البغلة بدلها البغلة عنده البغلة بردون مو أصيل فرس عادية بغل صغير أجلكم الله فبردون قالوا لأبدلها بفرس أحسن قالهم ليش أبدل أنا لا أنهزم من واحد يجيني اللي أخذ له فرس أصيل حتى ينهزم بيه قالهم لا أنهزم من واحد يجيني إذا إجاني واحد أنا ببكاني أستقبل ببكاني ولا أتبع واحد ينهزم مني أينما تركتموني تجدوني أجيب هذا الأطمئنان الأطمئنان لا حدود إليه كم علي تصل به الحالة في معركة خيبر يقلع لباب يا قال علباب الذي عنهزه عجزة أكف أربعون وأربعوا أقول فيك سميدا كلا وحاشا لمثلك أن يقال سميدا يقول والله لقد أعطيت قوة ربانية لا جسمانية يقلع لباب يتمطى به يقلع ويجعل قنطرة تعبر عليها الخيول أنا العظيم اللي يدخل إلى أسطورة اليهود اليهود أسطورة اليهود وترهم أمير المؤمنين عليه في معركة خيبر قضى على كبرياء اليهود ويدأذوا النبي لكن علي سلام الله عليه حمل في خيبر أربعة أوسمة من رسول الله عندما قال النبي المصطفى محمد الله صلى الله عليه وسلم غدا أعطي رايتي لرجل كرار ليس بفرار هاي أولاً اثنين يحب الله ورسوله ثلاثة ويحبه الله ورسوله وسوف يفتح الله على يدي يعطي راية يحملها أمير المؤمنين سلام الله عليه رحم الله الشيخ كاظم الأزري الشيخ كاظم كتب لقصيدة ألف بيت من الشعر ملحمة منها حصة كبيرة لأمير المؤمنين هذا يوصف معركة خيبر وله يوم خيبر فتكات كبرت مقتاً على من رآها يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها كل واحد ما ذركوا بتعلي أرمضي العينين مني إن ما لتعطى الراية ليروا أي ماجد يعطاها فدعا أين وارث الحلم والعلم مجير الأيام من بأساها عينما لو دعته مروعة في الثرية لباها فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها ومضى يطلب الصفوف فولت منه علماً بأنه أمضاها ودحى باب خيبر بقوة بأس لو حمته الأفلاك منه دحاها هذا العظيم كان مع الله عز وجل لا يرفع قدم إلا لله ولا يستل السيف إلا لله كان يقول إنما أنا عبد من عبيد الله ينزل من على جواده ويضع خد على الترام ويقول إنما أنا عبد من عبيد الله ذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه اللي عند غاية في الأطمئنان وصل عليه إلى حالة من الأطمئنان حتى قال والله لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينه إلهي إلهي ما عبدتك إذ عبدتك لا خوفا من نارك لا طمعا في جنتك ولكني عرفتك أهلا للعبادة فعبدتك وصل إلى درجة عجيبة علي ابن أبي طالب سلام الله عليه ولذلك الإنسان أن يصل به حالة الأطمئنان إلى هذه المرحلة كل شيء يهون عليه لكن الماء عند أطمئنان يهتز من الأمراض التي تسبب القلق للإنسان حب المال هذا مرض وتحبون المال حبا جم أي الأموال الإنسان دولا أصحاب الأموال شايفينهم يقعد يحرك بنفسه يحرك بإيده يعيش هلوسة مطبيعية يعيش مع الأسهم مع المادري إيش يتابع هذا مرض يتلف يدمره عندك أموال أي الأموال أطمئن إن الله هو الرزاق الله هو المعطي لا أنت تبقى ولا الأموال تبقى أي الأموال يوم من الأيام تروح من عندك شيئت أم أبي إما أن تزول هذه الأموال تجيها مصيبة من مصاعب الدهر وتأخذه أو لا أنت تروح ماكوش إيه لا ملك يبقى ولا سلطة تبقى كل شيء يزول إلا وجه الله عز وجل هذا الشاعر يقول قد نمر على الربوع خشوعاً فرأينا البنى فأين الماني نرى نرى عقارات نرى أملاك لكن دون اللي بنوها ويرها أخذوا إياهم شيء ولذلك هذا المال حب المال إذا تعلق الإنسان بحب المال يسبب له مرض نفسه يعيش حالة القلق تلك ولذلك تعامل مع الأموال تعاملوا إياها باليرضي الله خليك مع الله عز وجل دولة عندك عيال لا تبخل عليهم دولة أسرا عندك دولة فرحهم دولة لتبخل عليهم دولة رصيدك أنت وبعضهم يبخل على عيالي ما ينطيهم يقتر عليهم بالنتيجة اللي عندك يرجع لهم بكرة تموت وما عندك يعود له خليهم يحبوك انطيهم دير بالك عليهم دولة أسرا عندك دير بالك عليهم حب المال إذا أحب المال وتعلق بالمال يدمره ثنية كثرة الذنوب نستجيره بالله كثرة الذنوب السبب للإنسان حالة قلق أمراض نفسية دمره ولذلك الإنسان يحس ذنوبه جدا الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم من الأيام يطوف حول الكعبة رأى لما من الناس أتم طواف الإمام شاف للمة ناس واقفين سأل ما الخبر قال له له سيدي هذا الزهري فقد عقله يقول أقمل إليه الإمام شاف هذا يعيش حاله هلوس قال له ما بك يا زهري قال له سيدي ذنبي قال له يقول الدنوب ما سوى بالإنسان ذن؟ دمر للإنسان سيدي ذنبي قال له زهري إني أخوف ما أخاف عليك أنتي أسمى الرحمة الله تعدك ذن؟ عندك أمر؟ خليه مع الله عز وجل الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به أي دنبي عندك شكوه إلى الله الله عز وجل صاحب العطاء الله يغفر الذنوب جميعا ولذلك عندك ذنب لا تعيش حالة الذنب خل عندك ثق بالله عز وجل أطمع بالله قال له ما الخبر جهري شن ذنبك؟ قال له يا ابن رسول الله توليت القضاء صار عندي قضاء يعني صرت في الحكومة قاضي فأصبت دمى بالخطأ إن شاء الله حكمت عليها بالموت خطأت قال له يا جهري ادفع لهم الدية أنت مقاتل عمدة هذا قتل العمد يترتب علي آثار قال له بالخطأ هذا ادفع لهم الدية قال له سيدي ما يأخذونها من عندي قال له اجعلها صرائر ويلقيها في بيتهم سويها صرائر ويلقيها بيتهم إني أخوف ما أخاف عليك أنتي أسم الرحمة الله سويت لك ذنب الإنسان مو معصوم عد إلى الله عز وجل العودة إلى الله الإنسان اللي يعود إلى الله ويستغفر الله عز وجل ويتوب الله عز وجل يتوب عليه ولذلك هذه الأمور تعود إلى الله عز وجل الله يغفر الذنوب كثرة الذنوب ثلاثة من الأمور التي تسبب الأمراض عند الإنسان فقد الأحبة فعلا فقد الأحبة تعب الإنسان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فقد الأحبة غربة إنسان يفقد العزيز عليه تدري شي سوى به ولذلك هي الحياة ما بيه حياة ملغومة ماكو شيء تطمئن إليه إلا أن يزهد الإنسان في هذه الدنيا ومن زهد بالدنيا يقول أمير المؤمنين ومن زهد بالدنيا هامت عليه المصيبة أما الإنسان متعلق بيها أي مصيبة دمره عيش حاله ولذلك يفقد العزيز عليها عيسى سلام الله عليه وصلى الله وعلى نبينا المصطفى محمد عيسى روح الله الله الطائم كان ياتها إلا لكن عيسى كان يفترش الأرض ويلتح في السماء أجل لكم الله يركب على حماره ويذهب يروح يتفقد الناس الناس هم ما يعرفوا لأنه وسيلة معرفة ما كان موجودة إلا أن يرى بالعين المجرد ماكو وسيلة قبيل فيقول عيسى يتفقد الناس يوم من الأيام شاف لمنظر آلمه شاف لرجل ملقا على قارعة الطريق وقد أكله الجذام أعمى نزل من على حماره أقبل إليه شاف هذا الرجل لسانه يلهج بذكر الله وهذه شوف الإنسان اللي يزهد وعند ثقة بالله تهون عليه كل الأمور لكن اللي ما عنده ثقة بالله يكون مهزوز من كل شيء يهتز يفقد عقله لذلك يقول جلس عنده سمع هذا الرجل لسانه يلهج بذكر الله يقول عيسى التفت إليه هذا هم ما يعرف عيسى قال يا هذا أنت على أي شيء تشكر الله لا عندك بيت تستضل به لا عندك أحادي عيلي بيت أراد عيسى أن يشوف صبرا شنو هذا يقول هذا التفت إلى عيسى قال يا هذا لقد أعطاني ربي ما لا يعطي غيره قال ماذا أعطاك قال لقد أعطاني صبرا وثقة به شوف تشوف يقول عيسى سلام الله عليه قال إليك حاجة أقضيها إليه قال إيه إلي حاجة قال شنو قال عندي واحد ولد أبقته لي السماء هذا الولد يوميا يجيب لي رغيف خبز شعير صار له ثلاثة يام غام من عندك الطال أوصاف مالته ثيابه شكله يقول راح عيسى يبحث عن الولد وجده قد افترسه الأسهد ولم يبق منه إلا ثوب والعظام أرجع إلى هذا الرجل هذا الزاهد شوف الزهد وإن يوصل الإنسان ولذلك فقد الأحبة وهذا الناس ما يتحمله يففد له عزيز عليه تدري شيء يصير به هذا يدمر بالحياة ولذلك الحياة بحاجة إلى زهد يقول صار يقدم له مقدمات لأنه نستجيره بالله واحد صار عنده مصيبة وتجي تخبره باللحظة قد يصاب بعقله ما يتحمل ولذلك يقدموا له جرعات مقدمات حتى يستوعب الحالة ومع ذلك الله عز وجل يبعث لنا ملائكة ملائكة شوف الله شقد يحبني عند المصائب الله يبعث ملائكة يسمونهم ملائكة الصبر دولة شنو شغلهم يهدؤون على أصحاب المصائب يهدؤون عليهم يقول بدأ يكلم إلى مقدمات قال لهاتي ما عندك بلا مقدمات أنا مستعد بلا مقدمات قال له هذا ابنك القيات الأسد افترس ولم يبقى منه إلا الثوب والعظام يقول هذا رفع إيدا إلى السماء قال الحمد لله الذي لم يبقي لي شيء من الدنيا أتحسر عليه أجيب هو هذا الزهد بالدنيا سلاح ذلك الإنسان بعضه بيفقد له أقل شيء انهارت أعصابه طلع منطاره صار شيء فقدت لك فلوس خسارت صار حادث صار ما أدري إيه لا تنهار الله هو المدبر يا مدبري ولست أدري صار مشكلة خلاص ازهد بها مالها قيمة هذه القضية خليك مع الله خل عدك مناعة يقول جعفر الطيار عفوا إيه جعفر الطيار سلام الله عليه أو عبد الله ابن جعفر الطيار زوج زينب يقول طلعنا للصيد يوم من الأيام يقول فأخذنا العطش ضربنا العطش الماء أغلى مفقود وأرخص موجود طعم الحياة صحراء وضربهم العطش ما عدهم ما يقول شفنانا خباء بالصحراء فمنا عليه رحنا له الناس بالصحراء حتى عدنا الآن أول ما يقدمون الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي حياة كلها بالماء لذلك يقدموا لهم ماء يقول كنا ننتظر الماء يقول ماء محد جاء بنا إيه مرأة بس يقول حسينة هاي المرأة مثل الفاقدة عقله يقول عند ذلك سعناها ما الخبر قالت والدي تأخر علي إلى وقت يرعى بأغنامه ما رجع يقول بها الأثناء إجا رجل شاب وجاء بالأغنام إلى هذه المرأة يحمل جنازه قال أم عقيل أظم الله لك الأجر بعقيل لقد قتل عقيل يقول هاي المرأة فقدت عقله فقمنا عليها نقرأ القرآن بالله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون القرآن يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه سير عدة قضية أرجح إلى الله أقرأ القرآن قرآن ربيع القلوب يقول صرنا نقرأ القرآن فكانت تقول أعد علي قراءة القرآن أي شيء يصير عندك بالبيت صار عندك مشكلة ببيتك أقرأ صورة الإخلاص واحد عندك أقرأ صورة الفاتحة صار عندك مشكلة أقرأ آية الكرسي يأخذني سويهم بالحياة مشكلة بالحياة أقرأ قرآن القرآن ينفس عليك الهموم القرآن يزيل ما عندك من الألم عد إلى الله عز وجل أمسك لك مسباح فادمئة مرة قول اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ولذلك لإنسان يفقد لحبيب ومية واحد يفقد هي هاي الحياة نموت أهكذا نموت وتنتهي أحلامنا نموت موت يدمر الإنسان يقلع الإنسان الحمد لله الذي قهر عبادة بالموت والفناء أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والنفس مضانها يومئذ في جدت أكو قبر ينتظر له جدت قبر مضانها في جدت تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها نموت هذا الموت يقهر الإنسان يفقد العزيز عليه كلنا نفارق هذه الحياة هذا الشاعر يقول وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يجري فكم من صحيح مات من غير علته وكم من عليل عاش دهرا إلى دهري فمن لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخدي فلو كشف للمرأ أطباق الثرة لم يعرف المولى من العبد حي حياتنا بيش مطبوعة بالكدر مطبوعة بالموت لكن هذا الموت بيش نستقبله بالأطمئنان بالله بالزهد بهذه الدنيا حتى نعود إلى الله ويأتينا النداء يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية دولا اللي قاتلوا الحسين ما عدتهم مطمئنان ركبهم الشيطان ما إلا أرجوك بالله دولا أي بشر يتسابقون لقتل الحسين نادى ويحكم انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنسابكم حاسبوا أنفسكم تويحكم أما تعلمون من أنا قالوا ألا تنزل على حكم ابن عمي قال لا والله لا أعطيكم بيد أعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين ثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الدلة يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية من أن تأثر طاعة اللئام على مصارع الكرام نزل أبو الشهداء ماذا ينادي أنا الحسين بن أليه قالت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست ابن بنت نبيكم وملاذكم انصر في دهر الناب هل جئت في دين النبي ببدعته حاشا أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوصبنا النبي وأودعال ثقلين فيكم عترتان وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أنسى أبكم إن كنتم أعرى يا أبا يا أبا يا أبا فقدوا حيارا لا يرون لوحظي يا أبا يا أبا يا أبا حتى إذا أسفت علوج أميتين وأولا أعيا ألا أترى قلب النبي مصايا يا أبا يا أبا يا أبا صليت صلت على جسم الحسين سيفه مو يسئلون الإمام الصادق صحيح سيدي أصاب جسم الحسين ألف نبلة ألف سام قال تستكثرون ذلك لقد تركبت السيام على السيام صلت على جسم الحسين سيؤفه يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا هذا الآلة بالنافع يقول كنت أول الخيلة التي وصلت للحسين يقول أول واحد وصلت للحسين إل من جاي هذا يقول لعلي وحصل على رأس الحسين يقول وصلت إلى الحسين وجدته نائم على رمضاء كربلا بلد دم على عينيه بنيانة يقول وصلت إلى يقول والله شغلني وجه الحسين على رأس الحسين شنوش ها؟ يقول رأيت وجه الحسين كأنه فلقت قمر تلك الوجوه المشرقاء كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائه يقول هلال شفت الحسين يتكلم بصوت خافت دققت مسامعي قلت والله لو دعا علينا لابتلعتنا الأرض يقول وإذا الحسين ينادي ويحك مسقوني ماء فإني والله عطشانا ناداه رجل من القوم قال يا حسين لا تذوق الماء حتى ترد الحميم قل للحسين أنا أرد الحميم أنا أرد على جدي رسول الله يقول طبع الشيطان على قلوبهم تقدم إليه مالك بن النسر بيده السيف ضرب الحسين بسيفه على حاجبي أطبق حاجبيه على عيني رحم الله من نادى وسيدى أعيوى حسين نادى الإمام لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين لما منعتني من النظر إلى أعيالي أقبلت زينب أنا تعنيت ما لوم الوليين الوليين وصحت بالمعارح سيان وين لو ما ينسمعني شبح عين أيه يا عينة يعني أيه يا بيمة ودوسي على جسد الحسين أنا ريد أنشد الخيال على المجبلين المجبلين دست على خي ميادين المجبلين دست على خي ميادين يا غائبين عن أهله أتعود أم أتبقى إلى يوم المعاد مغيبا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا كلنا مضطرون إليك ربنا ثبتنا أمثنا على ولاية آل رسول الله من كان في جمعنا مريضا عنده مريض من عليه بالعافية سيما المنظورين في هذا الدعاء اللهم أمن عليهم بالصحة والعافية ربنا من كان في جمعنا صاحب حاجة اللهم أقضي حاجة اغفر لنا ولوالدين ولمن وجب لهم حق علينا آمنا في أوطاننا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين الحاضرون والمؤسسون اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم وأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات الله سبحانه من المؤمنين اشتركوا في القناة وأظن مثل أمك بشفك أثر للنار حاني آسف ما أريدي الذكرياتي تعيد حاني آسف ما أريدي الذكرياتي تعيد شننتي اسمع صوت